اشتركوا في القناة 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 كالسوفتوين فمثل ما نشوف انتوا قدون تحكمون هنا على الشي برضو لو نكمل لكم في الاستخدام الثاني او المشاكل صارت لي صارت لي مشاكل اول ما حدثت الجهاز قبل ثلاثة ايام اول ما نزل التحديث هذا صارت لي مشكلة الان راحت لها قلت لازم اصور هنا المشكلة دينا بس مثل ما نشوف الجهاز طافي ابي فتح الجهاز مقفل ما يطلع لي الفتحة الخط اللي هنا الخروج ما في راحت كده فجأة مش قدر اروح منذية اطفي الجهاز وسكر الجهاز وارجع فتحه لنفس الحركة يوم طفي الجهاز وشقلته كامل وراحت تمدي الحركة لكن واحد تخير تجي كده كده المشكلة ما تقرر تسوي شي في الجهاز يوم طفي شقلته فتحت لكن ما قدر اتطلع كده فهذه المشكلة الوحيدة اللي جاتني للشيء الثاني ممتازة يعني حرارة الجهاز ما في حرارة وما اقدر احكم على الحرارة بسبب اني يعني درجة حرارة عندنا مثل ما نشوف طبعا انا مش هنا انا هنا فدرجة حرارة اربعة حين اعتبر الظهر قرر من الظهر ففي فرق بين المنطقة اللي انا موجود فيها فرق بينه وبين دول الخليج فحرارة المكان اللي ساكن فيه غير يعني مثلا انا استخدم الجي بي اسوانا في السيارة لكن الجو بارد يعني ما رح يسخن الجهاز بس هذي كل الشياء ما في مشاكل كثيرة واجهتني انا شوف بالنسبة لي اني النظام جاهز لحق الكل لكن ابل اتوقع انه ما رح تنزل نظام هذا الا مع هاردوير جريد ايباد برو اير تاك اير بودز فيه اشياء كثيرة رح تنزل مع السوفتير هذا بس ما ندري شيني من الاشياء اللي رح تنزل انتظروا نشوف مت رح ينزل كذا مر بعض الاشخاص اصلا ما يشوفون الكلام او ما يشوفون الفيديو بس عرضوا متى ينزل فان ما اقدر اجعل بكم هنا والشخص اللي يقول لي متى ينزل نظام هذا بس اقول له في الفيديو نفسه جوابتك بقلكم ايا نص مارش ايا نهاية مارش ينزل لحق الكل مع هاردوير جريد وجهاز جريد من الابل بس اتوقع ان في اشياء ثاني بتسوي هابل في اشياء لازم تعدل هابل في نفس السوفتير هذا مجلسة بنتي نقيق في مشكلة الى الان مواجهتني هنا وما تغيرت السؤالة وهي ان الماكسيف اذا حطيت الماكسيف ما يطلع لي التيم اللي يطلع لك الدائرة في الوسط انك كنك انت بركبه في الماكسيف لا يطلع لك كنك شاحن وير للسعادي فابل لازم تعدل هذي الحركة برضو بس ففي نهاية الفيديو تنسونا اشتراك بالغناة واشتراك في حسابي ستناب شات وعمل لك المقطع وانشير المقطع ولا تنسونا متى لدعاكم والسلام عليكم